اشتركوا في القناة في سنة 1813 بعد ان ترك تجارته فاقام بداية في المسكن الذي تحتله اليوم السيدة كوتور وكان يدفع بسخاء انذاك 1200 فرانك في السنة بدل طعامه ومنامه وكانت حقائبه ملأ بالثياب الانيقة وبالامتعة الثمينة وبالاواني المذهبة مما دهشت له السيدة فوكي وقدرت صاحبه كل تقدير بينما هي تساعده على ترتيب هذه الاشياء في مواضعها ثماني عشر تقميصا حريريا كان بائع الاطرية القديم حين يرتدي واحدة منها يشكل طوقها بدبوسين تصل بينهما سلسلة ذهبية نحيفة وفي رأس كل دبوس منهما الماسة وهاجة كان يرتدي عادة ثوبا من اللون الازرق الترنجاني ويبدل كل يوم صدرة بيضاء من القطن الفاخر يتماوج تحتها بطنه النافر وترتقص فوقه سلسلة ذهبية ضخمة كان مسعطه ايضا من الذهب الخالص ويحتوي على ذخيرة مليئة بخصل الشعر مما كان يثير الذنون حول علاقاته العاطفية حينما اتهمته مضيفته مازحة بمغازلة النساء ابتسم ابتسامة البرجوازية الذي طعب له هذا الاتهام اما خزائنه فقد ملئت باواني منزله الفضية وكانت السيدة فوكي تلتمع عينها اعجابا وهي تنضد معه هذه الاواني المذهبة الثمينة مغارف وملاعق حساء وصحون وقصاع وغيرها اشياء لم يشأ ان يتخلى عنها لانها كانت تذكره بحياته العائلية اخذ بيده طاصا صغيرا يمثل غطاؤه يمامتين تتعانقان وقال للسيدة فوكي انظري هذه الانية انها الهدية الاولى من زوجتي لمناسبة مضيعة من على زواجنا مسكينة انفقت على هذه الهدية كلما كانت قد اقتصدته وهي ابنة هل تعلمين يا سيدتي اني افضل ان احفر الارض باذافري على ان اتخلى عن هذا التذكار الثمين شكرا لله على اني استطيع ان اتناول قهوتي كل صباح في هذا الطاص طوالع ايام حياتي لست لاشتكي من شيء فسوف يكون لدي خبزي مخبوزا الى امد طويل اخيرا رأت السيدة فوكي مصادفة ولكن بام عينها في دفتر حساب السيدة غوريو ما يدل على دخل سنوي يبلغ نحو عشرة الاف فرانك ومنذ ذلك اليوم بدأت السيدة فوكي ابنة دي كونفلان والبالغة من العمر ثمانية واربعين عاما لكنها لا تعترف منها باكثر من تسعة وثلاثين تحلم احلاما جديدة ومع ان مدمع عيني غوريو كان مقلوبا منتفخا متذليا لتطره غالبا الى مسحهما وجدته السيدة فوكي رجل كاملا لا غبار عليه فضلا عن ان ربل تساقه البدينة البارزة كانت تدل مع انفه المربع الشكل على مزايا اخلاقية رقو الارمالة وكان وجه صاحبنا المستدير الذي ينم على ساذاجة صبيانية يؤكد تلك المزايا التي تسود فيها العاطفة على العقل كان شعره الشبيه بجناحية ماما والذي كان يأتي حلاق مدرسة البولي تيكنيك يزينه له كل يوم يرسم خمسة ألسنة دقيقة على جبينه الطيق بالرغم من بعض الخشونة كانت أناقته التامة وتبغه الفاخر الذي كان يتذوقه بشهية أرستقراطية ومظاهر الثروة البادية على كل شخصه تظهره لعيني الأرملة بمظهر الحلم الذي يستطيع أن يجعلها بين ليلة وضحاها السيدة غوريو الثرية الوجهة في حيها التي تجمع الصدقات للفقراء وتذهب إلى المنتزهات الشهيرة وإلى الملاهي التي تأمها الطبقات العالية وتكون السيدة باريسية كاملة الأوصاف لم تكن سمحت لأحد بعد بأن يعلم أنها تملك أربعين ألف فرنك جمعتها سنتيما فسنتيما تكفي لأن تكون صداقا مرموقا منذ ذاك الحين أخذت الأرملة تغتنم فرصة مجيء حلاق السيدة غوريو لكي تزين شعرها مدعية وجوبة لكل شيء في دارها منسجما مع الأشخاص المحترمين الذين يألفونه ولسيما السيدة غوريو وهو من تجار باريس الذين يشار إليهم بالبنان ثم نشرت إعلانات تحت عنوان دار فوكي تقول فيها إن هذه الدار من أقدم وأفضل الدور البرجوازية في البلاد اللاتينية إنها تحتوي على منظر خلاب لوادي جوبلان كان يرى هذا الوادي من الطبقة الثالثة وعلى حديقة ضريفة تمتد في أطرافها أشجار الزيزافون حيث يسود الهدوء والسكينة جربت لها هذه الإعلانات الكونتيستا دي لامبور مينيل وهي السيدة في السادسة والثلاثين من العمر تنتظر نهاية المعاملات التي تخصص لها معاشا سنويا بصفتها أرمالة جنرال وقع صريعا في ساحة القتال اعتنت السيدة فوكي بمائدتها وقامت بتدفئة الغرف طوال ستة أشهر جاهدة في إتمام ما تعد به في إعلاناتها حينئذ قالت لها الكونتيستا وهي تدعوها صديقة العزيزة أنها سوف تأتي إليها بالبارونة ديفو ميرلان وبأرملة الكولونيل الكونت بيكوازو وهما صديقتان لها تقيمان في فندق الغيضة وذلك حينما تنهيان إقامتهما وقالت الكونتيستا أيضا إن صديقتها ستنعمان باليسر حالما تنهي مكاتب وزارة الحربية معاملاتهما ثم أضافت ولكن تلك المكاتب لا تنهي شيئا كانت السيدة فوكي تسعد بعد العشاء إلى غرفتها مع صديقتها الكونتيستا تتحدثان وتتناولان شراب الكشميش مع حلويات كانت محفوظة لصاحبة الدار حبذت الكونتيستا آراء صديقتها فيما يتعلق بالسيدة غوريو وهي آراء حزرتها الكونتيستا من أول يوم وتبنتها كانت مادام فوكي تقول لها آه يا سيدة العزيزة إنه رجل سليم كحدقة عيني رجل كامل الصفات ومحتفظ بحالة صحية تروق كل سيدة قدمت الكونتيستا للسيدة فوكي ملاحظات قيمة وأشارت عليها إلى الاعتناء بهندامها اعتناء يناسب ما تطلح إليه قائلة يجب أن تكون جاهزة دائما وبعد أخذ الورد ذهبت الأرملاتان إلى سوق القسر الملاكي واشترتا من مخزن المعرض الخشبي قبعة ذات ريش وقلانسو ثم قادت الكونتيستا صديقتها إلى مخزن جانيت الصغيرة حيث انتقتا فسانا وشعلا وحينما جرى استعمال هذه الزخيرة وأصبحت الأرملات طالبة الزواج جاهزة حينئذ شابهت تماما شعار الثور المتأنق مع ذلك وجدت نفسها قد تبدلت تبديلا كبيرا لمصلحتها جمالية وعازت الفضل في هذا التحول إلى صديقتها الكونتيستا فرجتها أن تقبل منها كهدية متواضعة قبعة ثمنها عشرون فرنكا دلالة على عرفان جميل وفي الحقيقة كانت تريد أن تكلفها باكتشاف السيدة غوريو والإشادة بها أمامه نزلت السيدة دي لامبور مينيل على رغبة صديقتها بكل سرور وأحاطت ببائع الإطريات القادمة من كل جانب وتم الاتفاق أخيرا على تعيين موعد للمباحثة معه لكنها حينما وجدته في هذه المباحثة التي جرت بينهما رجلا حييا زاهدا في هذه الأمور ولم تنجح في استمالته إليها خرجت غاضبة صاخبة وذهبت تقول لصديقتها العزيزة عبثا يا ملاكي لن تستطيع أن تنالي شيئا من هذا الرجل فهو متحذر بخيل حيوان أبله يمكنه أن يسبب لك كثيرا من العناء كان الكلام بين السيدة غوريو والكونتيستا دي لامبور مينيل جعل هذه السيدة تحذر من أن تلتقي وجها لوجه مع بائع الإطريات القديم حتى أنها لم تلبث أن تركت الفندق بغتا ونسيت أن تدفع بدل إقامتها فيه ستة أشهر تاركة وراءها مخلفات لا تساوي خمسة فرنكات ورغم الجهود التي بذلتها السيدة فوكي في البحث عنها لم تعثر لها على أثرا في كل باريس وحينما كانت تتحدث عن هذه القضية المحزنة كانت تلوم نفسها على طيبة قلبها وبساطة نيتها مع أنها كانت أحذر من هرة إنها تشبه في ذلك أناس كثيرين يحذرون ممن حولهم ويسلمون أنفسهم لأول من يصادفونه هذا واقع أخلاقي شاذ لكنه حقيقة يسهل اكتشاف جذورها في القلب البشري قد يظن هؤلاء الناس أن لم يبق لهم ما يكسبونه ممن يعيشون بالقرب منهم لأن هؤلاء أصبحوا يعلمون دخيلة أنفسهم ويمكنهم أن يدينوهم بحق أما الغريب الذي لا يعرفهم فيمكنه أن ينخدع بهم ويعيرهم المزايا التي ليست لهم ويريدون أن تنسب إليهم فيولونهم ثقتهم لكنهم لا يلبثون أن ينالوا جزاء تهورهم أخيرا ثمت أناس الخلق نفعيين لا يصنعون خيرا مع أصدقائهم أو أقربائهم لأنهم موزمون بأن يصنعوا خيرا معهم لكنهم إنهم أحسنوا إلى غرباء فلابد لهؤلاء من أن يكونوا عارفين جميلهم كانت السيدة فوكي بالسليقة من هؤلاء النفعيين الحقيرين الزائفين الممقوتين قال لها فوتران مع ذلك لو كنت أنا هنا لما تركت هذه المصيبة تتحل بك ولكنت كشفت القناة عن وجه الكونتيسة الزائفة إني أعرف هؤلاء المحتالين من سيمائهم كانت السيدة فوكي كجميع أصحاب العقول الطيقة اعتادت أن لا تخرج من حلقة الأحداث الجارية من غير أن تحكم على أسبابها كانت تحب أن تلقي مسؤولية أخطائها على عاتق غيرها حينما خسرت هذه الخسارة جعلت ذلك الرجل الطيب بائع الإطرية القديم سبب شؤم حظها وبدأت منذ ذلك الحين تضطهده لاحظت حينئذ أن خصمها يحتفظ باستقلاله التام وإنها كانت واهمة حينما علقت عليه بعض الآمال ولن تستطيع أن تنال شيئا من هذا الشخص الغريب الأطوار كانت كراهيتها له في آخر الأمر أشد من صداقتها الأولى لم يكن بغضها ناجما عن حب بل عن خيبة آمال فحسب إن كان القلب البشري يصعد مرتفعات المودة في مراحل فإنه قل ما يقف على منحضر العواطف الحاقدة غير أن السيدة غوريو كان من زبائنها مما اتطرها إلى لجم ثورة كرامتها الجريحة إن صغار النفوس يرضون عواطفهم الصالحة والطالحة بصغائر متواصلة عمدت هذه الأرملة الحقيرة إلى دهائها النسائي لكي تخترع وسائل خفية لتطهاد ضحيتها وكانت أولى هذه الوسائل أنها وضعت حدا للزيادات التي كانت قد أدخلتها على فندقها تزلفا للرجل صاحب الثروة وقالت لطاهيتها انظر إلى خيار مخلل منذ الآن ولا سنمورة يجب أن نعود إلى برنامجنا القديم غير أن السيدة غوريو كان رجلا قنوعا تحول عنده التقشف اللازم لجامعي ثروتهم بكد أيديهم إلى عادة مكينة كان عشائه المفضل صحن حساء وقليلا من اللحم المسلوق والخضر لذلك كان من الصعب على السيدة فوكي أن تنال من خصمها على هذا الصعيد حينئذ أخذت تظهر له الاحتقار وتغري الآخرين بتنكيده لأجل التفكهة كانت هذه الأرملة قد بلغت في أواخر السنة الأولى درجة من الحضر جعلتها تتساءل لماذا يظل في فندقنا هذا التاجر الذي ينعم بدخل من سبعة إلى ثمانية ألاف فرنك ويملك الأواني الفضية الثمينة والجواهر النادرة ولا يدفع لقاء مأكوله ومشروبه ومنامه سوى مبلغ زهيد بالنسبة إلى ثروته كان غوريو خلال القسم الأكبر من السنة الأولى يذهب غالبا فيتعشى خارج الفندق مرة أو مرتين في الأسبوع لكنه عاد شيئا فشيئا لا يتعشى خارج الفندق سوى مرتين في الشهر مما زاد حنق الأرملة عليه عازية إليه بالإضافة إلى إجحاف تغيير عادته بمصلحتها المادية وهبوط درجة ثروته إن لم يكن ذلك رغبة منه في قهرها من أحقر أخلاق النفوس الصغيرة أنها تعز إلى سواها الصغائرة التي تخوض هي في وحولها لكن لسوء الحظ لم يلبث السيد غوريو أن برر في أواخر السنة الثانية الأقاويل التي كانت تتناقلها عنه الألسن إذ طلب من السيدة فوكي أن ينتقل إلى الطبقة الثانية وأن ينزل المبلغ الذي يدفعه في السنة إلى 900 فرنك وعلاوة على ذلك دفعته رغبته الملحة في الاقتصاد إلى أن يحرم غرفته في فصل ذلك الشتاء من التدفئة ثم إن السيدة فوكي أرغمته على دفع كامل المبلغ سلفا فاستجاب إلى طلبها بطيبة خاطر ومنذ ذلك اليوم أطلقت عليه لقب الأبي غوريو ما هو يا ترى السبب هذا التقهقر والحطاط في حالة التاجر القديم؟ لم يكن من السهل الإجابة عن هذا السؤال كان الأبو غوريو كما قالت عنه الكونتيسة الزائفة رجلا صامتا منطويا على ذاته فبحسب منطق أصحاب الرؤوس الفارغة الذين يميلون إلى التحدث عن شؤونهم الخاصة لأنها ليست بذات أهمية يزعمون أن من يكتم أموره عن غيره يكون السبب في ذلك سوء هذه الأمور أصبح هذا التاجر الممتاز إذن خداعا وهذا الرجل الطيب أصبح إذن هزأ تارة كان فوتران يقول عنه إنه مضارب في البورصة خسر ثروته وطورا آخر إنه جاسوس من قبل التحري لكن فوتران لم يكن من هذا الرأي الأخير لأن الأبو غوريو لم يكن له الدهاء اللازم لمثل هذه المهمة جعلوا منه أخيرا كل ما يمكن للنقيصة وللصعار وللعجز أن تثمر مع كل هذه التهم المخجلة لم تشأ السيدة فوكي أن تضعه خارجا لأنه كان يدفع هو أيضا ولأن زبائنها كانوا يتفكهون بالسخرية منه غير أن الرأي الأخير الذي أجمع عليه الرفاق هو رأي السيدة فوكي التي زعمت أن الأبو غوريو هذا الرجل المحتفظ بصحته السليم كحدقة عينها لم يكن سوى زير نساء وبرهانها على ذلك بعد بضعة أشهر من فرار تلك الكونتيسة الزائفة التي استطاعت أن تسرح وتمرح نصف عام على حساب صاحبة الفندق المسكينة سمعت هذه الأخيرة ذات صباح هفهفة فستان حرير وخطى غادة تتسلل إلى غرفة الأبيغوريو وبعد ثوان هرعت الطاهية إلى سيدتها تقول لها إن فتاة بارعة الجمال ومتأنقة تأنقا يثير الريبة أتت من الشارع بحذاء لا غبار عليه ووقفت على باب المطبخ تسألها عن غرفة السيد غوريو فهدتها إليها حينئذ أسرعت السيدة وطاهيتها تنستان إلى ما يقار داخل الغرفة فسمعت عبارات غرج ودلال خلال الزيارة التي طالت بعض الوقت وحالما رافق السيد غوريو حسناءه حملت الطاهية سلتها وتظاهرت بالذهب إلى السوق لكي تراقب العاشقين ثم عادت مسرعة تقول لسيدتها لا بد يا سيدتي من أن يكون السيد غوريو ذا ثروة طائلة لكي يستطيع أن ينفق على حسنه كل هذا الإنفاق كانت عربة فخمة كعربة الأمراء تنتظرهما على زاوية الشارع في اليوم التالي مرت السيدة فوكي أمام غرفة غوريو فرأت الشمس تدخل من نافذتها وفي الحال دخلت تسدل استثار على النافذة لألا تضيم أشعة الشمس عينيه وهي تقول له بلغس أنت محبوب من الحسن يا سيد غوريو لذلك تطلبك الشمس آه إنك لذو ذوق رهيف لقد كانت بالحقيقة ضريفة هذه ابنتي أجاب غوريو باعتزاز غير أن أحدا لم يرد أن يصدق كلامه ثم بعد مضي شهر على هذه السيارة حدثت زيارة أخرى فابنته التي جاءت في المرة الأولى مرتدية ثياب الصباح جاءت في المرة الثانية بعد الظهر مرتدية ثياب السيدة المستعدة لزيارات أخرى هامة فضيوف الفندق الذين كانوا أنذاك على مائدة الطعام رأوا فيها سيدة شقراء جميلة رهيفة أنيقة بعيدة كل البعد عن أن تكون ابنة الأبي غوريو قالت الطاهية الضخمة التي رأتها ولم تعرفها وهذه هي الحسناء الثانية بعد بضعة أيام جاءت ابنة أخرى طويلة القامة جميلة التكوين سمراء ذات شعر أسود حدت النظارات وسألت عن السيد غوريو فقالت سيلفي الضخمة وهذه هي الحسناء الثالثة ثم إن هذه الابنة الثانية التي جاءت أيضا في المرة الأولى تزور والدها صباحا عادت بعد بضعة أيام تزوره مساءا بثياب الرقص وفي عربة فقالت السيدة فوكي وطهيتها اللتان لم تريا في هذه السيدة الفخمة أي أثر للابنة التي كانت قد جاءت أولا في ثياب الصباح وهذه هي الرابعة كان غوريو لا يزال أونذاك يدفع ألف ومئتي فرنك سنويا فوجدت السيدة فوكي من الطبيعي أن يكون لراجل غني مثله أربع أو خمس خليلات ووصفته بالبراعة لأنه استطاع أن يدعي أنهن بناته لكنها لم ترد أن تعترض على تصرفاته داخل فندقها بل بما أن هذه السيارات كانت تدل من جهة أخرى على لا مبالاة ضيفها الغني بشخصها اكتفت بأن تسميه في بدء السنة الأولى الهرى العتيق وحينما انخفض المبلغ إلى 900 فرنك سألته بوقاحة ذات يوم إذ رأت إحدى بناته جاءت لتزوره هل يريد أن يجعل من دارها المحترم ملتقى عشاق فأجابها الأبو غوريو بأن هذه السيدة هي ابنته البكر فهتفت صاحبة الفندق هل لك إذن 36 ابنة فأجاب الأبو غوريو بنعمة وخشية ليس لي يا سيدتي سوى ابنتين في أواخر السنة الثالثة أراد الأبو غوريو أن يخفض أيضا المبلغ الذي يدفعه في الفندق إلى 45 فرنكا في الشهر فانتقل إلى الطبقة الثالثة ثم امتنى عن التدخين وصرف حلاقة وحينما جلس إلى المائدة مع الرفاق والشعر رحيته بارز إن ذهل الجميع لهذا الإهمال غير المنتظر كانت سحنته الكائبة التي عملت هموم خفية بها عملها الهدام تزيد الشكوك في أن الأبو غوريو كان رجلا متهتكا متبعا شهواته المادية بإفراط لذلك بلغ إلى هذا الانحطاط الجسدي والمعنوي في آن واحد فتبدلت ثيابه الأنيقة بثياب حقيرة وضمرت وجنته واختفت حلاه الدبابيس الألماس والساعة والسلسلة وعلبة التبغ الذهبية تبدل شخصه في السنة الرابعة من إقامته في فندق فوكي تبدلا كاملا من جميع النواحي فبائع الإطرية والنشاء الذي كان يبدو في الثانية والستين من العمر كأنه لم يجاوز العقد الرابع أصبح كأنه جاوز العقد السابع وبلغ طور الطاعنين في السن الذين اضطرب فهمهم وازدادت وساوسهم ذات يوم سألته السيدة فوكي بعد العشاء وهي تسخر منه هل انقطعت بناتك عن زيارتك في هذه الأيام أيها السيدة غوريو كان من الواضح لدى السامعين أنها تشك في أبوة الرجل اذ طرب غوريو كمن لذعته عقرب وأجاب بتأثر إنهن يأتن لزيارتي في بعض الأحيان فهتف الطلاب النزيقين من بين الحاضرين آه آه إنك لا تزال إذن تستقبلهن أعفاك الله أيها الأب غوريو غير أن الرجل الشيخ لم يفطل ما في هذا الكلام من التهكم لأنه كان غارقا في حالة نفسية تشبه الخطاف يظنها المراقبون السطحيون نتيجة انحطاط عقلي تورثه الشيخوخة إذ كان من الصعب عليهم أن ينفذوا إلى حقيقة حالته النفسية والجسدية لأنهم كانوا جميعا إما أناسا لا يهتمون إلا بأعمالهم الخاصة وإما شبانا تجرفهم الحياة الباريسية أو يتغى نزق الشباب على بصيرتهم أما فيما يتعلق بالنساء التي كان يدعي إنهن بناته فرجح أخيرا رأي السيدة فوكي التي كانت تقول لو كان للأبي غوريو بنات ينعمن بمثل هذا الغنى والجاه لما كان يرضى بأن يقيم في الطبقة الثالثة ويدفع 45 فرنكا فقط في الشهر لم يكن ثم تشيء يكذب هذه التكهنات لذلك كان كل شخص في الفندق في أواخر شهر 22 نوفمبر من سنة 1819 وهي السنة التي انفجرت فيها هذه المأساة قد كون له فكرة راسخة عن الشيخ المسكين ظعنا أن لا بنات له البتة وأن إفراطه في اتباع شهواته المعوجة قد جعل منه نوعا من الحلزون الذي يحق له أن يصنف في فصيلة القلنسويات كما كان يقول أحد موظفي المتحف من ضيوف الفندق كان السيد بواري بالنسبة إلى الأبي غوريو رجل له قيمته لأن بواري كان يتكلم ويفكر ويجيب صحيح أنه لم يكن يقول شيئا يذكر حينما كان يتكلم أو يفكر أو يجيب بل كان يردد بعبارات مماثلة ما كان يقوله الآخرون مع ذلك كان يسهم في المحادثات وكان ذا حيات وله إحساس ظاهر بينما السيد بواريو كان يظل دائما صفرا في ميزان حرارة ريومور